الحمد لله وصلى الله وسلم وشرف على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن يعني هو يعتقد أنهن فرض ولم يتركها استهزاءا أو استخفافا إنما تركها تقصيرا وكسلا وهو يعتقد أنها معظمة مشرفة مكرمة لا يسب الصلاة لا يستخف بالصلاة لا يستهزئ بالصلاة حاشة لكن نفسه خبيثة مريض القلب يترك الصلاة كسلا إما لأجل الوظيفة والعمل لأجل الجامعة لأجل الدنيا لأجل التلفزيون لأجل كرة القدم البحر النهر النزهة يوم الأحد لأجل المطعم ترك الصلاة هذا لا يكون من الكافرين بل هو مسلم من أهل الكبائر يكون عاصيا فاسقا ظالما خبيثا استحق والعياذ بالله تعالى لعنة الله وغضب الله عليه لأنه بذلك صار من الفاسقين المجرمين لكن إن سبها يكفر إن استهزأ بها يكفر إن أنكر فرضيتها يكفر وإلا فهو مسلم من العصات يعني لا نتسرع فنقول عنه كافر ولا نتعجل إلى تكفيره لا بل نقول له تب إلى الله أنت مسلم لكن صرت من أهل الكبائر صرت من الفاسقين تب إلى الله اسمعوا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كان هذا حاله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة هذا من الذي حافظ عليهن وجاء بهن بتمامهن وأركانهن وشروطهن ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة الحديث صحيح رواه أبو داود في سننه وهذا تأكيد لما قلته ماذا قال إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة لأنه مسلم أما لو كان على الكفر لا يقول الرسول وإن شاء أدخله الجنة لماذا لأن الذي يموت على الكفر يخلت في جهنم إلى أبد الآبدين لأن الذي يموت على الكفر لا يرحمه الله في الآخرة الله ماذا قال في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء يعني في الدنيا فسأكتبها يعني في الآخرة للذين يتقون أي يجتنبون الشرك وسائر أنواع الكفر ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أدخله الجنة لأنه مسلم هو كان مقصرا متكاسلا ترك الصلاة فلا يكون من الكافرين متى يكون من الكافرين إن سبها شتمها استهزأ بها استخف بها أو أنكر فرضية الصلاة فهذا الذي يصير من الكافرين والعياذ بالله تعالى فإذا رأيتم مسلما مقصرا في الصلاة لا تتسرعوا إلى تكفيره بل انصحوه لله تعالى قولوا له تب إلى الله وارجع عن هذا الزنب وحافظ على صلاتك قبل أن يصلى عليك والحمد لله رب العالمين